موسيقى شكرا علي السلام شكرا ليك مرحبا بكم الناس الكل في بوانروت مرحبا بك حركية كثيفة نشدها في عديد المحاور خصوصا على مستوى ولاية نابل ونلقاوا الحركة الكثيفة خصوصا على مستوى شارع الحديث سامر نفس الشيء على مستوى شارع البيئة شارع الهاتي اخفشة وكذلك على مستوى شارع الهاتي مارس على مستوى مسترقى دوراني متاع الجبهة كثيف هذا على مستوى وسط العصمة ومدخل جنود الهاتي ومستوى في حركة كثيفة خصوصا على مستوى متشفى الخروق وتتواصل إلى حدود محول شارع الجمهورية طبعا هذا على مستوى الطريقة الوطنية رقم 8 نشدوا حركة فيها كثيفة في الجولان خصوصا على مستوى منطقة النحلي نفس الشيء على مستوى منطقة بورتوزير وكذلك مدخل هريانا سنفرج الحركة فشيئة على مستوى مدخل المركز العمراني الشمالي شارع محمد البعزيزي الوتيكس انتلاق المدى مدين كيف كيف زاد نجدوا فيها حركة كثيفة على مستوى الملازجة كذلك زاد نجدوا حركة فيها كثيفة في الجولان طبعا مسعملي طريق مطالبين بالتخفيض من السرعة وكذلك لأخذ بعين الاعتبار ببعض الطرقات التي تشهد كثافة مرورية ما في الشيكس زادة الدعوة تواجهة إلى صلوات درجات نارية إلى وضع الخوضة ونستوى حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية نفس الشيء على مستوى عدم استعمالنا للهدف الشوال وإن شاء الله تفاعل يكون إيجابي من عندي لقاعدين السوق والطواب ويسمعوا فينا إن شاء الله تنيازينا ويوم سعيدنا سيكون إن شاء الله كنت هذه بوغوت شوي آخر شكرا لي من جديد نطق رسمي باسم نرصد الوطني لسلامة المرور السيد مراد الجوني مشكور جدا الحقيقة اللي قاعد يقدمنا بشكل يومي في الحركة المرورية وللكثافة المرورية تكون زايدة شوي سواء في نابل وإلا حتى في تونس العاصمة نعرف برشة فيكم تواشدين الطريق إن شاء الله رب يكون فيه ديقا ديقا طريقة سلامة متنسيوش توصيات اللي يوصيكم عليها الكل سي مراد الجوني شوي آخر بش نسمعوكم الشامي صبرا بعدها دي ريكت بش نرجو نعمل وطلع على أبرز عنوين صحفنا الوطنية